40 ساعة عندك تحديات معنوية ونفسية وبدنية وفنية وتكتيكية في 48 ساعة كافي للسوارش وجهازه الفني أنه ينتشر اللعبة من الحالة دي ويبتدي من بكرة بداية جديدة يقدر يعمل بعض في وجهة نظر الشخصية بعض الحلول السريعة اللي من شأنها تخلي الفريق شكله أفضل زي بزبط سوارش معاتني محللين محل الأداء للمنافسين ومحل الأداء للمنافسين مليون في المية وهم أكيد طبعا في المجال هذا أكيد أحسن مننا بكتير ولعبوا الجنة قبل كده يعني شافوا الجنة في ملعا أكيد هم أحسن مننا كشغل مش حدي هم شافوا بكتير وما شافوهش أكيد وانت بتشوف التسعين ديئة بتاعتك وانت بتحللها ما بتحليش تنديئة كاملة تدخدها كوارتر 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 هتبدأ تبص أن أول نصر ساعة من الشوت الثاني كانت هي دي أفضل فترة للنادي الأهلي في المباراة واللعبة قدمت أفضل أداء لها في المباراة وجهة نظر الشخصية أول قرار فني أتمنى أن نشوفه بداية من المباراة بكرة بإذن الله قرار فني بتحول طريقة اللعب لطريقة بتأمن الندقية دفعية وخيبك يا حمد ساعات ساعات يبقى أنت عندك مشاكل في الهجوم مهاجم بتاني بيجيبش جوية أوكي أمي نفسك دفعية بس ممكن أقول لك حاجات كجمهور بقى أنا مش بيكلم هنا كمحالفا إحنا لم تكن لدينا مشاكل دفعية إحنا كان لدينا أخطاء سازجة دفعية يعني يعني بس الأخير ماتشيف دخل في الأهلي أربعة تجوية صح لا تشوف في جونين في بيرامدز و جونين في الزمالك. الاربعة. راح عليك كم فرصة. اه. افندم. راح عليك كم فرصة. لا تحصل اهداف. انت السؤال هنا صح. راح عليك كم فرصة. مش دخل في مراكمة. اللي ممكن. الفريق اللي قد. نجي الزمالك. الشروط الاول. الـ XG عنده. في الشروط الاول بس. يفوق الاثنين ونص. المشكلة عندنا الزمالك هو ضدع فرص. مش انت. مش في دفاعك. انت اه دخل فيك جونين بس. لكن كان فرصة ضاعت قدامك. كان ممكن الشروط الاول ببساطة. ندي الزمالك يونهيب ثلاثة اواربعة هداف. انا كان سهل. نريد ان نقيم مواقفنا. مهم جدا جدا. الصراحة في تقييم المواقف حاليا. انا بتكلم كل كم ده فني. قبل ما اتكلم امور اخر. لكن دلوقتي مهم جدا. ان احنا نقف على الامور الفنية. ان احنا محتاجين نصخح. ونساعد لعبتنا. خلينا نختم بتحديد الادوار. مطلوب ايه من اللعيبة. مطلوب ايه من الجهاز الفني. مطلوب ايه من الجمهور. بس فان انا وعدت الناس النهاردة. نديهم مساحة اكتر. نهم ما يسألوا وانت تجاوب. خلينا نشوف جزء كده من اسئلة الناس. ونرجع نختم بتحديد الادوار. علاء مصطفى السلام عليكم احمد وكريم. وعليكم السلام. ليه بدر بنون بعيد عن المشاركة مع جهزيته. ومحمود متولي محمد محمود وكوكا بعد التقلق. بالمناسبة خلينا اقول لكم مستجدات ملف الإصابات عند الاهلي. كوكا غياب ثلاث أسابيع. وطاهر ثلاث أسابيع. يعني صعب. متولي مصاب بارك. متولي لا. متولي كان في التمرين النهاردة. شارك نهاردة في التمرين. بعيد عن المشاركة. ومحمود متولي وكوكا ومحمد محمود وزياد طارق. ومعهم كابتن وليد سليمان. ونريح اللعيبة المجهدة. طبعا وجهة نظر من علاء مصطفى. خلينا نأخذ الأسئلة كلها. ونرجع نجاوب عليها مرة واحدة كريم. طب. أنا عزة لو سمحت تقول للعيبة. إحنا وراهم يما فرحونا. وإحنا معهم على الحلوة والمرة. وهم دول اللي فرحونا بمرتين. بأفريقيا أعتقد. مرتين. وكاس العالم مرتين. والأهلي فوق الجميع. وفيش حد عايزه يقص. طبعا طبعا متفقين. ومفيش خلاف. ده مبدأ. ده مبدأ. ثابت إحنا مع الأهلي على الحلوة والمرة. والناس اللي بتبقى مستنيها لأهلي يكسب طول الوقت. دي ناس يعني. عايشة خارج السياق العقلي والمنطق. مفيش فريق في الدنيا. مهما كانت إمكاناته بيكسب طول الوقت. إحنا كل اللي بنقوله. أو اللي أنا قلته النهاردة. إنه الناس بتزعل. لما بتحس إنه اللعيبة نخسر. ونتقبل الخسارة. وبنخسر بطولات. أهم وأكبر بكتير من. من بطولة كاس مصر. لكن كنا دائما بنحس إنه اللعيبة. عملت يعني. أقصى ما في وسعها. ده في الحالة دي. سأثق تماما في إنه الغالبية الكساحة. من جميعنا دي أهلي. ما بتبقى زي علانة. وبتقف في ظهر الفرة. عشان تقومها. فأسرع وقت ممكن. وليد المصري. أنا بحب كريم أوي. فعلا إنسان محترف ودقيق. يعني. يعني. طبعا يا أساس كريم. ويكتر بنمسك في قناة الأهلي. حبيبة أهلاوي. أفتخر ده وليد المصري. بعت لك. تحية كريم. شكرا. وبعد كده علي فهمي. السلام عليكم. على بعض المراكز في الأهلي. وتوظيف أماكن الأعيبة. خاصة في نهاي الكاس. ورأيك في التغييرات في الشوت الثاني. طيب نكتفي بالجزء دعم. وندي فرصة الكريم. نحاول نجمع بعض النقاب. من اللي قالوها الأصدقاء. إن إحنا عايزين يا جماعة. أكيد. في حلول سريعة. وفي حلول طويلة الأجل. بس مهم جدا جدا جدا. وإحنا بنحاول نشخص الأمر. ما نحاولش إن إحنا. نفتح توبيكات. ربما. ما تديناش الحلول السريعة. بمعادة مثلا بسيط جدا. ربما أكيد.